هذه الإجراءات وهذه الخطوط والحراك الدبلوماسي والسياسي الذي ينطلق من الأردن بجانب الأشقاء العرب من مصر من الإمارات من العديد من الدول العربية التي تحاول دائماً إلقاء الضوء وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وخاصة في الأحداث الأخيرة الدبلوماسية الأردنية التي انطلقت منذ قبل شهر رمضان تحذيراً وتخوفاً من الأحداث التي ربما تكون حاضرة وهي كانت حاضرة قبل أيام من خلال الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى ومدينة القدس وهذه الممارسات التي كانت تتصاعد يوماً بعد يوم جعلت من الأردن ومن الدول العربية أن تقيم العديد من اللقاءات وسلسلة من اللقاءات التي كانت آخرها يوم ليلة أمس عندما استقبل الملك عبد الله محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان حيث تم التأكيد على إدانة هذه الأحداث وعدم السماع بالاعتداء على المقدسات ولا على المصلين ووصفها الملك عبد الله العهل الأردني بأنها أمور مرفوضة باتجاه غير قابل للتفاصيل وغير قابل للنقاش من خلال الاعتداءات على المصلين والاعتداء على أيضاً على مشاعر المسلمين والمصلين داخل هذه المدينة المدينة المقدسة مدينة القدس وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية هذه الاعتداءات أدانها الملك عبد الله يوم أمس من جديد وتحدث في قصر الحسينية عندما استقبل محمود عباس عن العمل والتشاور المستمر من خلال اللقاءات المتجددة ما بين الزعماء العرب والقادة وعلى جميع الأصعد مع المجتمع الإقليمي والدولي خاصة والانتقال إلى هذه القضية وعدم المساس بالمقدسات وعلى عدم السماح أيضاً بالتقسيم الزماني والمكاني لمدينة القدس وعدم التدخل بالمصلين وأن إدارة هذه المدينة مدينة القدس والمقدسات الإسلامية هي من حق الأردن كوصاية هاشمية وهذا ما تحدث به أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الذي قدم شكر للأردن ولشعب الأردن ولقيادة الأردن على المواقف وعلى الموقف الذي تصدى للاعتداءات الجادة والعنجهية من قبل سلطات الاحتلال داخل مدينة القدس كل هذا الحراك الدبلوماسي والسياسي من خلال قنوات الاتصال المتعددة بين الأردن وبين الجقاء العرب واللقاءات المتعددة حيث كان هناك لقاء يوم في نهاية الأسبوع الماضي جمع الشيخ محمد بن زايد وأيضاً عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري وأيضاً الملك عبد الله في القاهرة تم نقاشه يوم أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تواجده في عمان الملك عبد الله ربما أيضاً اليوم سيغادر إلى كما وصفها الدوان إلى زيارة خاصة برفقة الملك الراني من ثم سيكون هناك زيارة للولايات المتحدة وربما يكون هناك لقاء خلال اليومين أو الثلاثة القادمات مع الرئيس الأمريكي بايدن حيث تم توجيه دعوة لزيارة الولايات المتحدة من قبل الرئيس الأمريكي للعاهل الأردني خلال الاتصال الذي تلقاه وقد تحدث الملك عبد الله خلال الأيام الثلاثة الماضية مع بايدن الرئيس الأمريكي بخصوص وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف الأعمال والاعتداءات على المصلين وعلى حرمة المسجد الأقصى خلال هذه الأيام وغير هذه الأيام ومؤكدا الأردن دائما بأن الوقوف للقضية الفلسطينية والتصدي لهذه الاعتداءات وأن لا يمس أي اعتداء على وأي تغيير أيضا على المقدسات وعلى الممتلكات الإسلامية والمسيحية ذات الوصاية الهاشمية في مدينة القدس